اشتركوا في القناة بس والله حزنت عليه واستاهل اللي جاء يا بس تقدر تكبر راسك وتعلم الأستاذ تريح بالك من المشاكل بقرة لازم نروح نعتذر منه والله أنا ما علي حقه مباربة وحقه مشاكل بس هو يشبرك أنك تهدبه بس خلص زي ما قلته بقرة نروح نعتذر منه بما أنك هذا رجل حكيم وكلامه كله صح اسمع اسمع هذه الحكمة يقول لك في الليل ثلاثة ما يجيهون نوم واحد عشقان والثاني ماهو نعسان والثالث بطن جيعان بالله وش رايكم قيل لكم رجل حكيم لو باقي عندي حكم وقصص وماهو لعيونكم ها شاقلكم قصص ريعة يقول لكم القصة تقول سائق حافلة وخطأه للانتقام ثم عاية يقول لكم كان فيه واحد سوق حافلة يعني برها الصباح يقبرها بالجماعة بالعمال رمط الله أمورة طيبة إلين أجأ وقت الظهر وصعدوا يعني كل الركاب إلين واحد أجا معاهم وراهم لو قل لكم واحد هامة هامة من نقضية ضخم المهم يقول لك طول يمكن مترين المهم ركب أول ما طلع قدام لو تكلم على الليسو يقول له جون الضخم لا يدفع وراح وجلس في المرتبة اللي خلف السائق عين في وجه كذا يقول ذي حاني قوم متهرج عليه يمكن يدي يمني أبلع منه هامة مو مشكلة مرضها جنب أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع ما دمي أسأل له لا وكل مرة يركب يقول له جون الضخم لا يدفع الثمن أو لا يدفع أو المهم كل مرة يركب هذا الجون يقول له جون الضخم لا يدفع جون الضخم لا يدفع مرة أول يوم ثاني يوم سبوع سبوع أم آدم إذا مسوق بالمرة خلاص قالوا أكسوا بالله أقول لكم وابل الله محل أنا أعرف ما أسوي قرر أنه يخش نادي وكان يتمرن المهم يتمرن من نادي هنا ويرجع تمرن جودو وكارته ما بقى على رياضة قتالية اللي هو قلت مرن فيه المهم ما أجي بدي عبضيل كذا وجوسمه صار ما شاء الله متناسق وموره طيبة وإلين أجه هذا كالسبوع كان كل يوم استنى هذا الأدمي إلا اليوم إلا بكرة إلا بعد أدمي ما أرى طوال إلا ذا كلهم قال يا أنا يا أنا يا هو يا يجي ولا أروح له أنا أعرف فيه مكانه المهم والله وقف زي كذا الجمع لكب لكب لين شويل لهذا ما يجي المهم دربج 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 جون الضخم لا يدفع ورجع ركب وراء وزل زل المحافلة وركب وراء قاعد وهذا أمال عفاليتها جنو تقول كان كلطم تلطم وقام ما ماناشي همبو قام حتى عنده يقول ما لك أنتو كل ليلة ما يجيني تقول لي جون الضخم لا يدفع أسا كيف على رأسك تقول لي شوالا كيف ستقول ما هو رد عليه رد عليه جون الضخم ما هو قل له قل لأنني لدي إعفاء من دفع إيجار الحافلات نظرا لحالته الصحية وضخامة جسدي بسبب مشاكل في الهرمونات يعني ما عدي مطلع مسكين يعني عنده سبب في هرمونات جسمو عشان كذا يعني صار ضخم يعني هذا تسرع لحظة معقول حسن عنده مشاكل في الهرمونات ما علينا خلونا نروح المجلس معايا لكم قصص عادني صدقوني متعجبكم اي فين تعين انت انا اكلم كنت تعين لم صحا حسن كيف والله ستعني صارخ اي قلبي مالو ذحان عادي يرجى معانا البيت ولا لا لا لازم يبقى يوم او يومين على الاقل عشان نطمن عليها اكثر ويدولكم بالسلامة الله يطمن قلبك يا دكتور بس يعني صحة طيبة وامور مستقرة اي لا امور في السليم بس يبيلكم تهتمون فيها اكثر وما تخلون يتحرك كثير لان الكسر مضاعف واي كسر تمام 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 انا الان باتجه لعنده وبعدانا امرك وكمل باقي لورا تمام الله يحببك يا اخويا 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 اهى عجيل ميسكين طول اليوم وهو يبكي يقول ابوي امات ابوي امات يا سبكة ميتة ما يدري ان رجلك لانكسرا بس جدا صح باكيت بس بما قلت ابوي امات اليه تحطي بارد مياه عندك شكلك بتتنوم جنب ابوك صح شوعيا متلاحظين ان الغرفة هذي فيها شي غريب كيف يعني اكصد مو هذو غرفة كلي يولدت فيها فرح ولا كيف ولا صادق ماهو هذا المستشفى يعني مافي عنده من الغرفة وحده شغاله بس الحمدلله علي السلام يا بابا ها بشر بنت ولا ولد بو صادق يعني خلاص خلاص انه مغرف حقا مستشفى على قول شو هي الله يسامحهم بس كوي اسوهم سووا لي ذي العملية ومناجحا وإلا معرفوا مستشفى هذا بل جزارة على قولة المثل عندك ذرة عنده ذرة ولا ماذي الخنفرة انت ماهو قاعد تقول بس حبيت اشارك طيب ذحانه ما انت قوله ارجع عن بيت هالخبر تلقى عنده حسن هو عنده الدكتور ذحانه شوي ايوم ياجيك يا الله على خير ان شاء الله الله يجي اومك بالسلامة يا رب متنجا سياء والوحسن منبوحك لباب السماء يا ماما تماما وحسن مالي سند ولا ظهر يطلح حقي يقول ما انتو سرقون فلوسي بنرح الصالة هذو تعاويش اقايا من السنين انت امسا غيرت مكان فلوسك وحطى التافي محصالة انتي ديدة تلقاها في غرفتك على كرسي اما ولا لا موابعة النجوعية كن بيفضحنا ويسوينا للدراما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة